خلينا نتكلم عن نفس الموضوع ولكن بالعكس طب لما كان محمد سلطان بيلحن لمطربات تانين يعني فاننا فايز أحمد لما كانت بتتعامل مع ملحيين تانين احنا قلنا انه محمد سلطان كان بيفرح لها وكان بيحب لها النجاح طول ما هي متقلقة هو حاسس انه جنبها وانه فرحان لنجاحها طب العكس لما كان هو بيلحن لمطربات تانين هي كت بتحس نفس الاحاسيس ولا كستة كت ممكن تكون كت بتغير شوية الزمن ده كان زمن عظيم كان زمن عظيم في كل تفاصيله يعني حتى رغم الرطوش ورغم الخلافات اللي ممكن تظهر بس هو زمن عظيم فعلا هما كانوا بيعتبروا نجاحهم نجاح واحد هما امتزجهم ما تقدرش تقولي فايزة وسلطان يعني هما الانتين واحد نجاحهم نجاح واحد ابداحهم ابداع واحد بل ان فايزة ومحمد سلطان سكر محمد سلطان انا سألته سؤال قلت له يعني انت كنت بتزعل لما فايزة بتشتغل مع احد او فايزة بتزعل لو بتشتغل مع احد فقال لي الفنان عامل زي طبق الفكهة او كتب دي كتب مقولها الفنانة فايزة احنا تقولي ان الفنان لازم ان يدق من طبق الفكهة كل الانواع اللي موجودة ينفعش اشتغل مع احد يمكن ده حتى الملحوظة اللي خدتها المساقر محمد سلطان على العظيمة الفنانة فيروز بقوله اعتقد ان رغم يعني ابداع فيروز وجماهرياتها انها لو لونت ألحانها من غير اللاحبانية واشتغلت مع مبدعين عظام مثلا تانين كانت راحت في مناطق ابعد بكتير من الرحة لها فهم كانوا مدركين ان مش هنفع الفنان يفضل بطل لقطة الوحدة يعني فايزة لسلطان وسلطان لفايزة لأ كان لازم يشتغلوا مع ناس تانين ولازم ان يدقوا الابداع فكان دايما لأ يعني عمر ما يحصل غيره ولا يحصل خلافات ابداحهم واحد نجاحهم واحد تقلقهم واحد